إيران لم تتدخل الحرب ولم تستهدف إسرائيل إلا بعد أن تعرضت قنصليتها في دمشق ودمشق ليست في حالة حرب مفتوحة مع إسرائيل كما يحدث مع حزب الله في جنوب لبنان تعرضت إلى ضربة وتم اختيال القنصل وقيادات أيضا ومن ثم ردت إسرائيل في الضربة الأولى وإسرائيل لم ترد على أنه كان هناك دخول وبدء الهجوم على حزب الله وعفوا إيران لم ترد على إسرائيل لأنها اختالت الشهيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين وقيادات مهمة من الصف الأول لحزب الله ولكن ردت باعتبار أن هذا الموضوع وربطت الموضوع بعد أن اختيال عملية هنية فإذن هذا الموضوع في سياقه الردود الأفعال هو في إطار دولة أن نحن نرد لأننا تعرضنا على انتهاك ومن ثم لا نقبل إسرائيل أن تستعرض فائد القوة لوحدها وأن تحقق ما تريده ولذلك نحن نرد بأن يكون لدينا القدرة بوصول الصواريخ لدينا القدرة بإغلاق المجال الجوي وهذه الرسائل المهمة لم تتدخل إيران إلا بعد أن وصلت قناعة مهمة على أن الفصائل وحور المقاومة مرتبطة بها لم يعد أنه يملك حقيقة قوة الردع التي ممكن أن تحتفظ فيها إيران ولكن تدخلت بقوة عندما تعرضت سيادة إيران وانتهاك سيادة إيران حتى الضربة الأخيرة عفوا نساء النجم حتى الضربة الإسرائيل الأخيرة التي تعاطى معها كل المراقبين والمحليين والسياسين الإيرانيين بالاستهزاء لكنهم كانوا يؤكدون بأن إيران لن تقبل بانتهاك سيادتها وتحدث المرشد الأعلى سيد خامناء بأنها سترد وترد بقوة على هذا الانتهاك السيادة في قبل لأن لا توجد دولة بالعالم تقبل أن ينتهك سيادتها هذه الإشكالية التي نفقتها ببلدان ترجمة نانسي قنقر